ما حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد في يوم واحد كان يوم عيد من الأعياد في يوم الجمعة فما الحكم اختلف أهل العلم في من صلى العيد هل تسقط عنه صلاة الجمعة أم لا على قولي انتبهوا معي اختلف سادتنا وأئمتنا من أهل العلم في من صلى العيد وبعد ساعات ساحين وقت صلاة الجمعة في يوم هذا العيد هل تسقط عنه الجمعة أم لا تسقط اختلفوا على قولين القول الأول أن صلاة الجمعة لا تسقط عن من صلى العيد هذا مذهب الجمهور انتبهوا معي هذا مذهب جمهور أهل العلم من الأحناف والملكية والشافعية بل وبهذا قال أكثر فقهائنا اختاره ابن عبد البر وابن المنذر وابن حزم وغيرهم من أهل الفضل والعلم استدلوا بإيه استدلوا بالآية العظيمة التي ذكرتها مرارا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله وأذروا البيع ذلكم خيرا لكم إن كنتم تعلمون طب إيه وجه الاستشهاد بالآية هنا على هذه المسألة وجه الاستشهاد أنه سبحانه وتعالى لم يخص يوم عيد من غيره لم يخص يوم عيد من غيره إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أيًا كان هذا اليوم صادف يوم عيد أم لم يصادف يوم عيد واستدلوا بمراء البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالصحابة يوم ثم خطب فقال يا أيها الناس في يوم عيد يقول أبو عبيد شهدت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة فصلى قبل الخطبة أي صلاة العيد ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان الله قد اجتمع لكم فيه عيدان يوم الجمعة ويوم عيد ثم قال فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي من أهل العوالي يعني من أهل البر فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له الله رواية جميلة جدا إيه وجه الدلالة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أذن لأهل العوالي لأنه لا جمعة عليهم من أهل البر أذن لهم من أحب منهم أن يرجع وأن ينصرف فليرجع إلى موطني وإلى عملي وإلى مكانه لأنه صلى العيد مع خليفة مسلمين والجمعة فرض والعيد تطوع والتطوع لا يسقط الفرض يعني ولم يأذن لكل الناس أن يتركوا الجمعة بل أذن لمن تسقط عنهم الجمعة وهم أهل العوالي وأهل البر أذن لهم في الانصراف بعدما صلوا معه صلاة العيد أما غيرهم فالجمعة في حقهم فريضة أما الصلاة العيد في التطوع والتطوع لا يسقط الفريضة وهم صلاتان واجبتان أقصد صلاة العيد وأقصد صلاة الجمعة فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد وسأبين إن شاء الله و تعالى أحكام صلاة العيد على خلاف بين أهل العلم هل هي واجبة أم سنة مؤكدة سأبين وأقول أهل علم في هذه المسألة إذن القول الأول لا تسقط صلاة الجمعة في يوم العيد طيب ما هو القول الثاني القول الثاني قال تسقط صلاة الجمعة تسقط صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد هذا فضل الله عز وجل أما الإمام فإنه يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة أما من صل العيد تسقط عنه صلاة الجمعة في هذا اليوم الذي اجتمعت فيه الجمعة مع العيد هذا مذهب الحنبلة هذا مذهب الحنبلة وبهذا قال كثير من السلف واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وغيره واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بسند حسن بل ومنهم من صححه كالعلامة أحمد شاكر والألباني رحم الله الجميع عن إياس ابن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وهو يسأل زيد بن أرقم قال له أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم سؤال مباشر أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم قال نعم قال فكيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي أي الجمعة فليصلي في رخصة واستدل على أن الجمعة ما زادت عن صلاة الظهر إلا بالخطبة إلا بالخطبة بل ومن أهل العلم من قال بأن الخطبة تحل محل ركعتين صلاة الظهر قالوا وقد حصل سماع الخطبة في خطبة العيد فأجزأ سماع خطبة العيد عن سماع خطبة الجمعة وقالوا وقت الجمعة وفي يوم عيد تسقط صلاة العيد صلاة الجمعة تسقط إحداهما الأخرى كالصلاة الجمعة مع الظهر فمن صل الجمعة هلا ظهر علي اشتركوا في القناة